هذه الحلقة برعاية تطبيق لبيه بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والأندرويد من الرابط في وصف الحلقة مرحبا هذا ساندويتش ورقي الخمس لغات الخاصة بالاعتذار أصدقائي مساء الخير في أغنية مشهورة لمحمد عبدو تقول أباعتذر عن كل شيء إلا الهوى احتمال كبير أنكم تعرفون هذه الأغنية والاحتمال الأكبر أن اعتذار محمد عبدو في هذه الأغنية لن يقبل والسبب أن اعتذاره فيه استثناء والقاعدة تقول أن المخطئ يجب أن لا يتشرط في اعتذاره على الأقل في موازين كتابنا اليوم كتاب الخمس لغات الخاصة بالاعتذار هذا الشيء أكده مؤلف الكتاب قاري تشافمين اللي قال فيه أن بعض أنواع الاعتذار هي أشد قسوة من الخطأ نفسه إحنا كلنا نغلط وسبب الغلط أننا كائنات اجتماعية إحنا نعيش مع بعض إحنا ما نعيش فرادة والآن ننعيش مع بعض نتعامل كثير مع بعض فنحن نترابط بأواصر وعلاقات تجعل احتكاكاتنا كثيرة إحنا كذلك عاطفيين نحب بعض وللأسف نكره بعض أحيانا في عالمنا العربي بالذات إحنا ناخذ على بعض بسرعة نمونا على بعض بسرعة الضوء بسبب هذه الاحتكاكات وبسبب الروابط المتشعبة بيننا وبسبب الحب والكره اللي بسرعة الضوء قد يعلو هذه الروابط بعض الصدق لذلك إحنا مضطريني اضطرارا أننا نعمل صيانة دورية صيانة لعلاقاتنا هذه الموانئة الزايدة هذه التدخلات والتداخلات بيننا بتسبب مشاكل أول أداة لعمل الصيانة صيانة للعلاقات هي الاعتذار وخلوا بالكم ما هو الاعتذار فقط بل الاعتذار الكافي والوافي أصدقائي فيه إشكالية في الإنسان تتمثل هذه الإشكالية في القول المعروف أخذته العزة بالإثم إحنا إذا خطأنا نكابر أحيانا بل غالبا أنا إذا غلط على أحد رح أقول أنا مني غلطان لذلك الشرط الأول عشان يكون الاعتذار كافي ووافي أن نتوقف عن الاعتزاز بالإثم والخطأ لعد تعتز بالإثم والخطأ لازم نضع احتمالية أني قد أكون غلطان ولو بنسبة 1% في حق الطرف الآخر طيب حتى لو قدرنا أننا نعترف بالخطأ لازم نحذر أن لا يكون اعتذارنا باهت لأنه الاعتذار الباهت رح يزعل الشخص اللي قدامك أكثر من زعله الأول الاعتذار الباهت في النهاية هو اتهام في زي اعتذار خلونا ناخذ عمثلة تخيلوا أصدقائي أني غلط في حق الشخص أمامي قلت له كلمة مستفزة ولاحظت بعد غلطي هذا احمرار في وجهه تقلست عضلات هذا الوجه الجميل رح أحاول أني ألط في الجو وأراضيه بكلمة أقول مثلا ليش وجهك مقلوب اليوم ملاحظين هذا العبارة ملاحظين أنه أنا على بالي أني لطفت الجو بهذا السؤال هذا السؤال اللي فيه تفهم ضمني لزعل هذا الشخص وخلوا بالكم من عبارة تفهم ضمني لأنه ماهو تفهم كامل طب خلينا أضرب مثال ثاني تخيل معي شخص زعلان منك فتقترب منه قليلا وتقول لا 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 تزعل مني لا تكون حساس لا تاخذ كلامي على محمل الجد ملاحظين لطافتي أنا جدا لطيف في هذه العبارة لكن أبدا هذه العبارة ليست لطيفة لأنه هذه الجمل تستفز الشخص الزعلان أكثر صدقوني لما نقولي شخص أنت حساس أو لا تاخذ كلامي جد أو ليش وجهك مقلوب أنا قاعد أرمي التهمة على الطرف الآخر على صديقي أنا اللي قاعد أسوي قاعد أحاول أخفف خطأ في عينه وللأسف ما أنا قاعد أخفف الخطأ في قلبه صديقي أوريدي زعل وأنا قاعد أزيد هذا الزعل باتهامات ضمنية له بأنه أنت يا صديقي حساس أنت اللي تزعل بسرعة أنت اللي فهمت كلامي غلط أصدقائي ما حد حيقبل هذا الاعتذار بهذه الطريقة ولو حصل أن صديقك قبل اعتذارك بهذه الطريقة فهو الكريم مو أنت هذا معنى أن صديقك شاريك لكن في كل الأحوال هذا الاعتذار ليس باعتذار أبدا وعشان هذه الأسباب كلها وعشان هذه الأخطاء اللي ممكن نقع فيها أقول لكم أنه كتاب الخمس لغات الخاصة بالاعتذار كتاب مهم جدا لأي شخص كتاب مهم لأي شخص يبغى من مجتمعنا أن يتحول إلى مجتمع صحي تماما وبصراحة إحنا مجتمع في الأساس وفي الغالب جميل علاقاتنا مبنية على أسس قوية نحب بعض ونعبر عن هذا الحب بكل أريحية نهتم لبعض نادرا ما يسقط شخص في القلق والإحباط لأن الأذرع اللي حولك وحولي أصدقائنا قاربنا هذا الأذرع اللي تحيط بنا لا تعد ولا تحصى مستحيل تتركنا إحنا ما وصلنا لمستوى الفردانية في المجتمعات الأخرى إحنا ما قتلتنا العزلة والانطواء خلوني أكلمكم عن نفسي أنا أنا ياما حاولت الانزواء بعيدا عن المجتمع زلت قدمي في وحل العزلة المكتاب في أوقات معينة وكدت أنا تلوث بماء الانطواء هذا الماء المخيف لكن الأيدي اللي تسحبني للعودة إلى المجتمع والناس أكثر وأقوى من عضلات الوحدة خلوكم مني أنا خلونا نتكلم عن المجتمع مجتمعنا الصحي في الأساس أخوة المجتمع هذا أخوة غير مشروطة أو زي ما سماها المفكر المصري عبدالرهاب المسيري رحمة الله عليه لما قال إحنا مجتمعات تراحمية وليست تعاقدية اللي يربطنا بعض ما هي عقود مكتوبة بل كلمة ينطقها فلان ويلتزم بها طول حياته وعشان نحافظ على هذه الروح هذه الروح الجميلة بيننا كل واحد فينا عليه دور مجتمعي قوي دور حقيقي ما هو دور استعراضي ما هو دور خطابي ما هو دور مزايد فيه على بعضنا هذا الدور هو إتقان فن الاعتذار أو بلا صح نشر هذه الثقافة ومرة ثانية ليه هذه الأدوار مهمة لأننا بها رح نساهم في صيانة علاقاتنا بالتالي إحنا رح نحافظ على شبكة العلاقات اللي تربطنا بعض كأفراد في مجتمع هذا المجتمع لا يرضى ولا فرد من أفراده بأن يسقط فرد من أفراده نعم يا جماعة إحنا مجتمعات عاطفية إحنا بشر إحنا يحكمنا الرحمة أكثر من القانون إحنا ننظر للكلمة المنطوقة بشكل أكثر احتراما من البنود المكتوبة ونترك العواطف من الحكم غالبا إحنا نحب بقوة مرة ثانية والإلاسف نكراب قوة خلونا نعرف الاعتذار الحقيقي اللي من أجله كتب هذا الكتاب الخفيف ذو اللغة اللطيفة هذا الكتاب اللي بنية على طريقة البوتوم أب وبوتوم أب معناها من أسفل إلى أعلى وعادة لما تسمع في اللغة الإنجليزية أو العربي من أسفل إلى أعلى تعرف أن الكتاب أو الكلام قاعد يصنع بطريقة التحرك من التفاصيل إلى القاعدة وهذه طريقة ذكية المؤلف كان يجيب قصص شخصية وغير شخصية أمثلة كثيرة جدا من خلال هذه الأمثلة كان يقترب من القاعدة قاعدة الاعتذار وقبل ما نخش في الاعتذار الحقيقي لازم نقول عن الكاتب أنه له مؤلفات أخرى شيقة زي كتاب مثلا لغات الحب الخمسة هذا الكتاب قدمناه في حلقة قبل كذا بعنوان لغات الحب الخمسة ورح تجد رابط هذه الحلقة في الوصف وكتابنا اليوم الخمسة لغات الخاصة بالاعتذار أيضا كتاب جميل لأنه منطلق من قاعدة نفعية تخيلوا الاعتذار يقدم لنا نفع منفع شخصية يعني حتى لو أنت شخص ما يهمك الناس ضز في الكرة الأرضية ضز في المجتمع وما توقع أنك شخص زي كذا لكن نفترض جدلا الكتاب هذا قاعد يقول لك ترى منفعتك الشخصية فائدتك الشخصية فالاعتذار خلو نشوف كيف أنت شخصيا رح يرجع لك النفع من الاعتذار لأنك لو كنت تاجر غير آبه بمشاعر الآخرين الكتاب هذا رح يقنعك بأن الاعتذار من مصلحتك عشان تكسب مزيد من الزبائن طبعا ما يحتاج أقول لك أننا ما ندعو أحد أنه يفكر في القيم الجميلة هذه بطريقة نفعية لكن غرضنا من ذكر لهذه الميزة في الكتاب أننا نقول أن الاعتذار فعلا بمجرد تبنيك له رح يعود نفعه على الشخص المعتذر مو بس للمعتذر له أنت كشخص أخطأت واعتذرت حتستفيد وحيرجع لك النفع النفعية أو المنفع اللي تكلم عنها كتاب اليوم ما هي نفعية مادية فقط بل معنوية أيضا نفسية بلا صح أصدقائي الشخص اللي أخطأ وعارف من جوه قلبه إنه أخطأ وكابر وحاول إنكار حقيقة إنه أخطأ سيبقى شيء في قلبه شيء ممكن يزعجه وقت نومه شيء يضايقه في أوقات استرجاعه للذكريات ألم لا نعلم مصدره هنا يجي الاعتذار يجي الاعتذار اللي أسميه بالديتوكس أو التخلص من السموم الاعتذار رح يساعد المعتذر إنه ينام مرتاح البال ويعيش يومه وهو حاسس إنه عمل الصح أصدقائي طولنا في الكلام عن ميزات الاعتذار نيجي الآن لمكوناته هي خمسة مكونات أو زي ما قال الكتاب خمس لغات خلونا نبدأ باللغة الأولى التعبير عن الندم الاعتذار اللي ما فيه تعبير عن الندم هو اعتذار كاذب تماما للأسف لازم أقول هذه الكلمة كاذب تماما في اعتذارك لابد إنك تفاهم الطرف الآخر إنك ندمان وعشان تعبر عن ندمك ده ما تحتاج مراجع علمية ولا تحتاج قريحة لغوية ولا جرأة حديدية ملازم تكون شاعر ملازم تكون حساس كل اللي تحتاجه وتحتاجيه عشان تعبر عن الندم هو كلمتين أنا آسف أنا آسف وبس خلونا نشوف كيف أنا آسف تعبر عن الندم لاحظوا أصدقائي إنه فيه ناس كثير تتجنب قول أنا آسف أنا أحد الأشخاص اللي يستصعي بقول أنا آسف هذه الكلمة صعبة جدا علي نعم فعلا صعبة لأنه فيها كسرة لأنفتي كبريائي كيف أرضني أكشف نفسي أمام الناس وأمام الشخص اللي قدامي وأقوله أني ندمان على اللي حصل الموضوع في كسر البرستيج للشخصية لكن زي ما قلنا الشجاعة ما هي في إنكار الخطأ هذه ما هي شجاعة هذا خوف نعم أنت خايف من الاعتراف بالخطأ خايف من إظهار مشاعرك اللي هي مشاعر الندم إذن كلمة أنا آسف هي كلمة شجاعة رغم أنف الكبرياء والبرستيج التعبير عن الندم بقول أنا آسف هي خطوة مهمة في حياتك لكن ممكن تتحطم هذه الأسطورة أسطورة أنا آسف وفعاليتها إذا كانت لغة جسدك غير متوافقة مع كلمة أنا آسف مستحيل أحد يقبل اعتذارك إذا قلت أنا آسف وعلى وجهك ابتسامة هاليوودية تجهر العيون هي أشبه بقولك أنه اعتذاري هذا التحصيل حاصل شي هامشي ممكن أعتذر وأنا مشط شعري ومو بس لغة الجسد والوجه انتبه للنبرة اللي تنقال فيها أنا آسف لازم تنتبه للكلمات المصاحبة مع أنا آسف لأنها قد تفسد كل شيء زي إيش زي لما تقول طيب يا سيدي أنا آسف لا 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 هذا أبدا ما هو آسف التعبير عن الندم لازم يكون صادق وواضح في نبرتك في كلماتك وفي ملامحك طبعا مو لازم تمثل مشهد درامي وتكون فيه البطل وتنهار وتتساقط دموعك لا لا الموضوع أسهل من كذا المشهد أسهل كل اللي تحتاجه هو مشهد إنسان شجاع وقلبه حي هذا الإنسان وجد أن التعبير عن الندم ضرورة فوقف بكل اعتراف وقال أنا آسف اللغة الثانية من لغات الاعتذار هي لغة تحمل الخطأ تحمل الخطأ هي نقطة مهمة الشخص اللي أنا أخطيت في حقه لازم يعرف أني أتحمل مسؤولية هذا الخطأ صحيح أنت عبرت عن ندمك وقلت أنا آسف لكن لازم الطرف الآخر يسمع منك جملة واضحة تعبر عن تحملك للخطأ لازم يفهم أنك مسؤول وأنك معترف بهذه المسؤولية الجملة المناسبة هنا أنك تقول أنا غلطان أنا آسف أنا غلطان الكاتب قاري شابمن هنا كان على وشك يصرخ في وجوهنا ويقول يا جماعة الاعتذار شيء والتبرير شيء آخر لا تبرر الخطأ بل تحمل مسؤوليته مشكلة هذا التبرير لأنك رغم أنك تحاول في هذا التبرير أنك تشرح نيتك الطيبة من وراء الفعل ما كان قصدي أنت ودك توصل للطرف الآخر هذا الكلام لكن غلط لا تبرر لأن التبرير ممكن يتزحلك بطريقة خبيثة جدا ويصل في النهاية ليصبح مرافعة نارية لك أنت أنت قاعد دافع عن نفسك من لاحظين مصيبة التبرير الاعتذار يحتاج اعتراف منك بالخطأ بينما التبرير أنت قاعد تحاول تنفي عن نفسك الخطأ لذلك يا أصدقائي الأسهل والألطف والأجدر أنك تتحمل مسؤولية الخطأ أما مسألة أنك تحاول تفاهم صديقك زوجك أخوك جارك تحاول تفاهمهما بداخل قلبك منية طيبة مو وقته الآن التبرير يجي بعدين لكن وقت الاعتذار ما ينفع تبرر أبدا عبر عن الندم وتحمل الخطأ والآن تجي اللغة الثالثة رد الاعتبار كتاب فنة لا مبالاة قال جملة جميلة جدا عن كل إنسان في هذه الحياة الكتاب اللي ألفه مارك مانسون يقول كل واحد فينا يعيش حياته محاولا عمل موازنة للمشاعر فالغضب مثلا الغضب ما هو إلا إحساس مني بأنه انغلط في حقي مرة ثانية أنا إذا غضبت فهو محاولة أن يعمل موازنة لأني حسيت أنه حقي انهضم أبغى أقتص والاقتصاص هو موازنة أنا انغلط علي أبرد الغلط لذلك أغضب إذن الغضب مرة ثانية هو محاولة أني أخذ حقي عشان أعدل في كفة الميزان طي لما تغلط يا صديق ويا صديقتي على شخص اللي عملته بالضبط أنت لخبطت في وزنية الميزان الرجل لقدامك صار غاضب ويبغى يعمل الموازنة يبغى يغلط عليك لذلك الاعتذار يجب أن يتضمن شيء مهم إنك تعرض على هذا الشخص الموازنة لا تتركه يعمل الموازنة بنفسه لا تتركه يغضب ويغلط عليك إلحق نفسك وأكمل اعتذارك وقدم له عرض برد اعتبار كيف؟ بأنك ببساطة تقول له كيف أقدر أصلح خطأي عارفين يعنيش كيف أقدر أصلح خطأي؟ هذا عرض واضح وصريح تقدمه للشخص اللي أنت غلط عليه بأن يقتص وبالطريقة التي تناسبه أنت مكنته من نفسك هذه الطريقة الوحيدة لتقدر تعمل الموازنة في عملية غضب صديقك إذن نرجع للاعتذار من البداية أنا آسف أنا غلطان كيف أقدر أصلح خطأي؟ عندي إحساس أن كلامنا عن الموازنة ما كان واضح كثير خليننا نوضحها لأن نقطة مرة مهمة الكاتب نفسه شرحها بطريقة جميلة وقال الشخص اللي انغلط عليه سيخلق في عقله ما يشبه البلونة بلونة اسمها الأخذ بالثأر هذه البلونة تكبر وتكبر وتكبر لحد ما تطير بهذا الشخص بعيد عنك يعني لو ما أخذ بثأره منك حيبتعد عنك مهما حاولت تعتذر طالما أنه لازال غاضب طالما أنه لم يأخذ بثأره حيبتعد عنك حيقول في نفسه أنا انغلط عليه ولازم أخذ بحقي لذلك يا أصدقائي اعتذارك أو بلا صح عرضك له لازم يكون مقنع وحاد الذكاء حاد لدرجة نموك يفقع هذه البلونة بلونة الأخذ بالثأر وطبعا إذا انفقعت البلونة صديقك راح يرجع لك غصبا عنه حيرجع لأرض الواقع لأرض المفاوضات لما تقول لصديقك كيف أقدر أصلح خطأي مرة ثانية نقول أنت كأنك تقول له أنا جيتك مسلم نفسي أنا أبغى أقتص لك مني أنت سلمت الأداة وعطيته صلاحية القرار المناسب وهمست له خذ حقك مني أنت مكنتها الآن اللغة الرابعة من لغة الاعتذار هي إن صح التعبير لغة التوبة النصوح التوبة النصوح عبارة غريبة شوية أنه نسمعها من كاتب أجنبي خاصة لأنه لها جذور ضاربة في ثقافتنا معكم حق قالي شابمن ما قال لهذه المفردة لكن استخدمناها إحنا لزوم الترجمة الترجمة اللي تترك المعنى والأثر الأقرب في ذهن المتلقي المتلقي العربي اللي هم إحنا شابمن قال مفردة ثانية قال genuine repentance أو بالعربي ممكن نسميها بالتوبة النصوح برضو ما في ترجمة أحسن منها إذا فككنا هذه العبارة العناصر وقدمناها في جملة واضحة رح نقول شيء زي كذا أنا راح أتغير نعم يا أصدقائي اعتذارك لازم يحتوي على الأفصاح بالنية في التغيير أنا راح أتغير أنا راح أغير سلوك المشين اللي تسبب في أذاك يا صديقي لن ترى مني إلا كل خير لن يتكرر هذا الفعل لن 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 أكثر وأصدقائي في اعتذاركم من هذه اللنات إن صح التعبير وأخيراً اللغة الخامسة والأخيرة في فن الاعتذار هي لغة طلب الصفح ملاحظين أن الأربع اللغات الأولى أنا ما طلبت من ضحية أي شيء كل شيء أنا فعلته أنا عبرت عن الندم أنا تحملت المسؤولية أنا رديت اعتباره أنا تبت توبة نصوح كأني كنت أماهد الطريق للشخص الأمامي لكي يتقدم ملاحظين؟ أنا كأني أنشأت الأرصفة وسفلت الشارع وزرعت الأشجار وركبت الإضاءات في الطريق كل هذه الأشياء عشان صديقي يتقدم نحوي المسألة يا جماعة ما هي أنا آسف وقبل اعتذاري وانتهينا لا 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 الاعتذار فن الاعتذار بناء من أربع خطوات أن تتفعلها وخطوة أخيرة يقوم بها الطرف الآخر ما الذي سيفعله الطرف الآخر؟ أن يصفح عنك خلونا نكون واضحين وصريحين ملاحظين حجم التضحيات اللي قاعدني نسوي في الاعتذار؟ هذه كلها ضمانات أقدمها لصديقي أو الشخص الأخطأت عليه كأن يقوله يا صديقي أنا أعطيت أربع ضمانات أنا تحدثت بأربع لغات الآن بطلب منك طلب أن تصفح عني أصدقوني عرضك هذا لن يرفض وفي النهاية نقول الاعتذار مو صعب هو فن فن لو حسيته بقلبك فجوارحك رح تقدر تعمله بسهولة لكن ليصعب أحيانا إتقاننا للاعتذار إنك لو عشت في مجتمع لا يقبل الاعتذار نعم أنا مرحة غامر وأتكلم بخمسة لغات وأكثر بريستيجي وكبريائي وشموخي وفي النهاية أرد لذلك زي ما في ثقافة الاعتذار في ثقافة التسامح وقبول الاعتذار نقدر نقول أنه ثقافة الاعتذار مربوطة بطرفين شخص فنان يتقن اعتذاره وشخص متسامح يتذوق هذا الفن ويقبله أصدقوني بالاعتذار رح تنحل ألف مشكلة ومشكلة لو اعتذرنا عن كل شيء بدون استثناعات في أمان الله مرحبا هذا ساندويتش ورقي هذه الحلقة برعاية تطبيق لبيه بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والاندرويد من الرابط في وصف الحلقة ترجمة نانسي قنقر